في نفس السياق التي تحدث به الدكتور أسامة الفرة في غزة أيضا القيادي الفلسطيني والرقم الصعب في الملف الفلسطيني محمد دحلان أصدر بيان عبر صفحته على الفيسبوك أيضا يثمن الدور المصري في إنجاز التفاهمات بين الفصائل ويقول بأن ما حدث في غزة هو بداية عمل شاق من أجل إنجاز الوحدة الوطنية وما حدث في غزة من تقدم في ملف المصالح الفلسطيني هو بمثابة بداية جديدة تجدد أمال الشعب الفلسطيني بإنهاء كارثة الانقسام التي خيمت على حياته وقضيته الوطنية لعقد كامل من الزمان في نفس البيان اعتبر دحلان أن قدوم حكومة التوافق إلى غزة هو بداية عمل شاق من أجل إنجاز الوحدة سبيلا وحيدا لتحقيق أهدافنا الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية وأطارها القيادية عبر عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة مثمنا في هذا السياق دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر